نروح برضو الخبر مهم جداً أو يعني حاجة من الحاجات الإيجابية خلاص احنا مسابقات الناشئين على الأبواب خلال أيام قليلة يعني هنشوف مسابقات الناشئين يوم 12 لكن قبل ما نروح لجدول المسابقات إن شاء الله هتكون أول مباراة مزعف الموسم الجديد هنا مع حضراتكم على قناة الأهلي يوم السبت القادم يوم السبت القادم إن شاء الله هتكون أول مباراة مزعف الموسم الجديد هتكون مع شباب الأهلي هتكون الأهلي أمام الشرقية للدخان وزا ما احنا معاودين حضراتكم دايماً الستوديو تحليلي لملعب الأشبال أو استادي الأشبال هيكون معاكم النهاردة إن شاء الله يوم السبت القادم على قناة الأهلي الهدف من الستوديو التحليلي إيه؟ زا ما احنا النهاردة بنتكلم عن لعيبة النهاردة بنبرز لعيبة وبنبدأ جمهير الناد الأهلي تتطمن على لعيبة الموجودة داخل قطاع الناشئين بالناد الأهلي برضو بنقول عندنا مدربين بنقول عندنا أجهزة فنية وإدارية كمان جانب من الحاجات التعليمية أو التسقفية المهمة اللي هتكون في الستوديو التحليلي أيضاً فكرة للتحكيم زا ما احنا بنتكلم عن اللعيبة وبنكلم عن المدربين والجهزة الفنية برضو مهم جداً إن احنا نطلع حكام علشان نطلع حكام الدوري الممتاز القاعدة لازم تكون عندنا من خلال إن شاء الله استوديو الأشبال اللي هيكون معنا كابت النصر عباس وإزاي إن احنا نعلم الحكام بتوعنا علشان يبقى عندنا كوادر تحكيمية إن شاء الله في السنوات القادمة هاتين إن شاء الله يكون مع يوم السبت القادم ويكون مباراة الأهل أمام الشرقية للدخان فريق شباب الأهل موليد ألفين واحد نروح نشوف مع بعض برضو جداول مسابقات النشئين اللي أعلن عنها اتحاد المصري لكرة القدم الحاجات الإيجابية برضو زا ما احنا بنتكلم دايماً وكنا بنقول فيه سلبيات الفترة اللي فاتت برضو فيه إيجابيات النهاردة لما اتحاد المصري لكرة القدم أعلن جدول المسابقات السنة دي إن شاء الله المسابقات هتتلعب بدري بمعنى إن احنا الشهر القادم شهر أكتوبر شهر عشر هتبتدي المسابقات وده شيء جيد علشان تقدر تنهي المسابقات بدري السنة اللي فاتت المسابقات ابتدت في شهر اتناشر وده كان متأخر جداً ممكن يكون ظروف الكورونا والكلام ده كله لكن السنة دي إن شاء الله المسابقات تكون بشكل منتظم برضو من الحاجات الإيجابية اللي احنا بنحي عليها اللاجنة السلسية ولما زي ما أقول لحضراتكم يكون في حاجة إيجابية بنقولها السنة دي المسابقات كلها مسابقات جمهورية بمعنى عندنا بطولة 2001 2003 2005 2006 2007 المسابقات دي كلها السنة دي هتكون بطولات جمهورية النهار ده علشان تطلع ناشئ يلعب في ظروف ومبارات قوية لازم كنت تلعب مسابقات جمهورية قبل كده كنا بنشوف مسابقتين أو تلاتة هما اللي بلعبوا على مستوى الجمهورية مسابقة الجمهورية دي بالزبط زي الدوري الممتاز يعني بتلعب أهلي اسماعيلي زمالك أمبي اتحاد مصري مقاولين كل الفرق المشاركة في الدوري الممتاز فالنهار ده لما اللاعب كل المسابقات بتلعب في الظروف دي فانت النهار ده بتطلع لها بيقدر يلعب تحت الضغوطات مباراة على ملعبك ومباراة على ملعب المنافس يعني حتة مسابقة المنطقة كنا بنشوف مسابقة المنطقة مسابقة ضعيفة مباراة بتنتهي بكم كبير من الأهداف مباراة ممكن تخلص 15 صفر لكن النهار ده المكسب ايه مفيش اي مكسب فني لكن النهار ده بطولة الجمهورية لا بطولة مهمة جدا نروح نشوف برضو اول اول اسبوع معانا في مسابقة 2001 اللي هتبتدي ان شاء الله بمباراة الاهل امام الشريعة للدخان جادوا للمسابقة لما اتحط اتحط زي الدور الممتاز الناد الاهل برضو هيقابل للشريعة للدخان برضو مسابقة 2001 زي ما احنا شافين قدام حضراتكم اللي هتبتدي ان شاء الله يوم السبت السبت القادم اتنين عشرة اول مباراة نادي الاسماعيلي مع نادي المولين العرب نادي المصري مع نادي البنك الاهلي مصر المقصة امام نادي الزمالك سيراميكا كليو بطرة مع طلاق الجيش نادي بيرامتز مع نادي الجونة النادي الاهلي هيبتدي مشوار البطولة ان شاء الله مع نادي الشريعة الدخان نادي الاتحاد السكنداري مع غز المحلة فارقه امام امبي وسموحه امام نادي كوكاكولا دي مسابقة 2001 نروح بعد كده لمسابقة 2003 اللي هتبتدي يوم سبعة عشرة اسماعيلي امام المقاولين نفس الكلام المصري امام البنك الاهلي مصر مقصة زمالك سيراميكا طلاق الجيش بيرامتز جونة الاهلي امام الشريعة الدخان تحاد السكنداري غز المحلة فارقه امبي واسموحه نادي كوكاكولا هتلاقي كل الجداول متشابهة خلاص كل الفرق متشابهة ممكن نلاقي اه في 2006 بعض الفرق اعتذرت النهاردة ان ممكن بطولة الجمهورية هتكون محتاجة تكلفة مالية كبيرة جدا علشان النهاردة يبقى عندك في قطاع الناشئين لما بنتكلم 2001 2003 2005 2006 2007 5 فرق النهاردة بيكون اعباء مالية كبيرة على بعض الفرق فممكن نلاقي فرق اعتذرت الجنة اعتذرت في 2006 ممكن نلاقي نادي زد دخل نلاقي اندية تانية دخلت لكن النهاردة بنتكلم عن شكل الاجابي ان احنا نلاقي كل المسابقات بتلعب بطولة جمهورية وده الشيء الاجابي اللازم نحيي عليه اللجنة السلسية